طيب دكتور يعني بجانب الشق النفسي للإدمان وهو طبعا الشق الأكبر أو العالم العامر الأكبر في البعض بيتحدث عن أنه الجينز ممكن تكون أو الجينات ممكن يكون لها عامل أيضا في الإدمان وأنه في أشخاص مستعدة أكتر أو عندها قابلية أكتر للإدمان هل ده سليم؟ طبعا سليم لأنه عادة يعني أي أمراض بتتنقل بتتنقل عندها فرص أكتر أو يعني أن أولادهم عندهم احتمال أكبر لزهور المرض اللي هو عنده يعني قرص جيني لكن عمره مكان يعني أكيد يعني مش كل الناس اللي بتبقى عندها سكر أولادهم بيطلع عندهم سكر اللي عندهم قلب بيطلع أولادهم عندهم قلب لكن عندهم فرصة أكتر احتمالية أعلى لأنهم يبقوا مصابين زي إيه مساء يا دكتور؟ زي إيه بمعنى؟ يعني هي في الجينز إيه الجينز اللي ممكن تكون مسؤولة عن أنه الشخص يكون عنده استعداد أكثر أو قابلية أكثر للإدمان الجينات أصلها عوامل ورسية فإحنا زي ما يكون لما بيبقى مثلا أهلين شعرها أسود بنطلع شعرنا أسود هي بتبقى عوامل ورسية بتتنقل عبر الجين لو مثلا حد من أولياء الأمور مثلا كانوا على سبيل المثال كانوا مدمينين سابقين يبقى احتمالية أن أحد أفراد الأسرة اللي هم الولاد احتمال يبقى عندهم لكن هنا بقى بيبقى مهم عشان كده بقول لحضرتك الأمراض المزمنة زي السكر أو الضغط أو القلب مش لازم أنا عشان عندي بالضبط رغم أنه هو ده حاجة إرسيجيني فهو نفس الحكاية بالنسبة لمرض الإدمان مش كل أب أو أم كانوا بيعانوا بالمرض ده أو جد أو عم أو أي حد من أفراد الأسرة يبقى ابنه مباشرة أو بنته هتبقى حاملة للمرض لأن الوسط البيئي مهم جدا عشان كده بنقول هنا التدخل في التربية بتبقى من العوامل المهمة قوي اللي بتعيد صياغة التأثير الجيني ده أو بتحد من التأثير الجيني اللي موجود هل في أولويات في العلاج؟ يعني هل في خطوات لو بدأت مرحلة العلاج بعد اكتشاف أنه هو يعني مدمن أو متعاتي هل في أولويات مفروض على الأب أو الأم يعملوها؟ طبعا هو الاكتشاف المبكر ده حاجة مهمة جدا والدراسات الحديثة لقيت أنه علشان أعمار الأولاد بدأ يبقى أقل يعني إحنا الأول كنا بنشوف أنه بيبتدي يتعاطى مش يبقى مدمن يبتدي يتعاطى ويكتشف ويتعرف على المقدرات من سن 16 و 17 و 18 إحنا الوقت لقينا أن السن بقى أصغر بيبتدي من 10 ومن 11 سنة فبدأوا أنه يقولوا أنه لأ إحنا محتاجين مجهودات وانتباه أعلى لأن إحنا أولا نعمل وقاية وكمان نبقى بنكتشف التغيرات السلوكية مبكرة لأنه كتير من الولاد والبنات لما بيبتدوا في التعاطي في سن مبكر بيلاقي أنه عندهم يعني صعوبات أو عندهم مشاكل في طبيعة شخصيته فبقينا نقول أن الناس اللي ممكن أن نكتشفهم مبكرة بنحميهم من أنهم يوصلوا أنهم يبقوا حاملين لمرض الإدمان ترجمة نانسي قنقر